ونعتبرها هي وجهة من أوجه الانتهاء كنت على السيادة الوطنية في تونس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اليوم اللي هي لفهي كام اليوم موجودة على أساس اتفاقية صارت مش مش ستة وثمينة اتفاقية جديد والحقيقة سوفين ما فاميش معارضة كبيرة الفين وخمستاش ما فاميش معارضة كبيرة للاتفاقية هذية على خطر مضمونها غير معروف وأيضا على خطر يقول لك هذية لتعزيز التعاون بين أمريكيا وتونس في موضوع الدفاع فما فلوس تعتفاع أمريكيا لتونس وفما تدريبات وهذية في إطار السلم تعتبر حاجة خائبة جلاني همامي أو حاجة عادية بين دولتين واليوم عليش القلق هذية القلق هذية على خطر فما تدخل أجنبي في ليبيا من محوري واليوم تونس وانتو مزادة تأكدوا هذية حزب العمال تتبنيوا الموقف أنه ما تستفوش معه حتى محور منه بالضبط شوف الأفريقوم أولاً ماشي اتفاقية بين تونس وامريكا الأفريقوم هو معناتنا جخول إجراع ما خدته أمريكا فالتواجد العسكري في الأفريق في أفريق نتيجة نتيجة حسب شنون حسب بتبعها بتبع حالة اتفاقية والبلدان اللي أول ما بدأت ما بدأتش تونس بدأوا بلدان أخرين في الساحل الإفريقي تونس دخلت بهذا الموضوع عن طريق اتفاق سري وهذه الخطيرة في أفريق هالاتفاقية السرية هذه اللي لا تتعدل لبرلمان ولا تتناقش مع أنها عند عموم الشعب ولا يسمع بها الأعلام تقع اتفاقية من غادي لغادي كما شفت الاتفاقية سرية وهذه الاتفاقية السرية لتعملها معناها أنظمة اللي في الحقيقة ما تحترمش شعوبها وما تحترمش استقلالية معناها بلدانها واستقلالية قرارها تعمل اتفاقية سرية تحت ضغط أمريكي الأمريكان عليش حبوا يدخلوا في ليبيا حبوا يدخلوا في ليبيا باش حبوا عادلوا موازين القواة في الصراع الجاري في ليبيا اللي مواجهت معناها التدخل معناها الروسي في ليبيا باش هم يدخلوا معناها قضية متاع النزاع الدولي يهم شعب شقيق واحنا النزاع ذا ينعتبروا انه من اخطر الاشياء انه تدخل فيه دول اجنبية كما نددنا بالتدخل التركي اللي فيت معناها السراج ننددوه بالتدخل سواء كان الاماراتي او المصري او الامريكي لفايت سراج لا لفايت حفضől الدخلون اللي فيت حفضر وهم التؤول الان لما أكن بطبيعة حال باش يدخلوا أنا معنا اعتقد انه يكون اللي فيت السراجين بصورة المطلقة هoma باش يدخلوا الهدف الاساسي هو محاصرة التواجد الروسي وهذه التقليلية المعناها الروسي وهذه التقليلية المعناها الكبيرة علاش اخويه ? علاش احنا نقبله فاصل سوفيان سامحني ونرجع مباشرة معك جيليني الهمامي بش نحكيه على الشأن الداخل